مجهزنا لأهم الأنباء أهلا بكم لوحة ميليشيا الحوث مجددا باستيداف المنشاة النفطية والموانئ السعودية في حال لم يتم تلبية اشتراطاتها وقالت في تقرير نشرته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن التحالف بقيادة السعودية يواصل المماطلة والتلكو في تنفيذ مطالبها والمتمثلة برفع الحصار وتخصيص عائدات النفط لصرف مرتبات مقاتليها والموظفين في مناطق سيطرتها وزعمت الميليشيا بأنها قد تضطر إلى إجراءات ردع بديلة في حال أصر التحالف على موقفه مذكرة بعمليات العداد العسكري والقتالي التي أجرتها خلال الفترة الماضية وتحذيراتها المتكررة إزاء سلامة المنشآت النفطية والموانئ السعودية شدد مجلس القياد الرئاسي التزامه والحكومة بتعزيز الاستقرار النقد والمال وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وشدد المجلس في اجتماع له على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المجلس الرئاسي طمأن المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب المظفين والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية إلى ذلك عاود عشرات المحتجين الغاطبين قطع الطريق الرئيس في منطقة صبر الرابط بين محافظتي لحج وعدن وأحرق المحتجون الإطارات تنديدا بترد خدمات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع المعاشية نتيجة ارتفاع الأسعار وطلب المحتجون مسؤولي محافظة لحج بتحمل مسؤوليتهم تجاه ترد الخدمات ووضع الحلول الجذرية لها أعلنت النقابة العامة لمنتسبية سلطة القضائية في مناطق نفوذ الحكومة استناف الإضراب الشامل ابتداء من الأحد القادم في كل مؤسسات القضاء والنيابات قالت الهيئة الإدارية لنقابة في بيان إذا أعطت مهلة ستة أشهر لمجلس القضاء الأعلى الجديد لتلبية وتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري لكنها لم تتحقق شيئا وأشارت إلى أن أهم المطالب تتمثل في تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشان التأمين الطبي وتعديل هيكل الأجور وفق أسعار الصرف واستقلالية الكادر الإداري ومطالب حقوقية أخرى على صعيد آخر وجه مدير عامي شرطة تعز العميد منصور الأكحلي بتوقيف مسؤولي مباحث الأموال العامة عن مزاولة العمل وإحالتهم للرقبة والتفتيش بسبب تقصيرهم في متابعة قضية نهب الأراضي بمدرية المخة أوضحت الشرطة في مذكرة أن قرر التوقيف راجع لعدم تجاوب مسؤولية المباحث برفع قضية الشركة الخاصة ببيع الأراضي وعدم عرض وثائق إجراءات توقيف مالكية الشركة بالإضافة إلى إصدار أوامر بتحريك دورية عسكرية دون الرجوع لإدارة الشرطة هذا وكانت قد أثيرت مؤخرا قضية أو قضية تمليك أراضي شاسعة في مدرية الساحل الغربي لشركات وهمية نهاية الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر